مدبولي يكلف المحافظين بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من توفر المستلزمات وتقديم الخدمة للمواطنين مصر ترسل مساعدات طبية إلى الكونغو الديمقراطية وزامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا وروسيا تعلن طرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا الأسبوع المقبل الخامسة هسان الثالثة بتوقيت جرانتش نشرة أخبارية مفصلة تأتي حضرتكم من القاهرة أرحب بكم وفي البداية نرجو من جميع المصريين أقدر الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي أهلك احمي بلدك بداية هذه النشرة مع همام مجاهد شكرا جزيلا لك نانسي وأهلا بحضرتكم مشاهدين العزاء في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وبدايتها من القاهرة حيث كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلف المحافظين بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من توفر المستلزمات وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين جاء ذلك خلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بتخصيص خط ساخن في كل محافظة يتم تفعيله على مدار الأربع والعشرين ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أي شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن لا سيما في حالة رفض أي مستشفى تابع للمحافظة دخول حالات مصابة إليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو التواصل الجهود الدؤوبة للدولة الاحتواء تفشي فيروس كورونا ومواجهته على كافة الأصعيد المزيد في سياق هذا التقرير على أكثر من صعيد تقوم الدولة بجهود شاملة ومتكاملة لعبور أزمة فيروس كورونا والانتصار على الوباء أحدث تلك الجهود تفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة من أجل التأكد من توافر المستلزمات الطبية وكذا وجود الأطقم الطبية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات كذلك قررت الحكومة وضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج ولسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا مبالغا فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات 340 مستشفى تم تخصيصها للتعامل مع فيروس كورونا وجاري تجهيز 36 ليصل العدد إلى 376 مستشفى فضلا عن توفير نصف مليون جرعة علاج جاهزة لأي حالات حارجة بالمستشفيات وثمانية ملايين جرعة للمخالطين ومليوني جرعة للحالات المصابة وتخضع للعزل المنزلي وتيسيرا على المواطنين وتوعيتهم بإرشادات الوقاية من الفيروس تم تفعيل تطبيق صحة مصر والذي تجاوز مستخدمه أكثر من مليون منذ انطلاقه في شهر أبريل الماضي بالتوازي تساهم المؤسسات الجامعية بدور كبير من خلال المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بكورونا وعبر تطبيق صحة مصر يتم طلق البلاغات عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث تخضع بيانات المستخدمين لشروط حماية الخصوصية ويتيح التطبيق إمكانية الوصول لأقرب مستشفى ومتابعة المريض خلال فترة العزل المنزلي احتفلت إدارة مستشفى دميات التخصصية بشفاء سبع ممرضات وطبيب من فيروس كورونا وخروجهم من العزل الصحي وعودتهم إلى العمل وأكد العاملون بالمستشفى ضرورة الاتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا نهاردة احنا متجمعين علشان نكرم مجموعة من الممرضات اللي اتصابوا في مواجهة فيروس كورونا وهم عددهم سبع تمريد وطبيب واحد طبعا ده مش هيردولهم الجميل اللي هم عمله لنا في مواجهتهم للفيروس وإحنا جايين بس نعرفهم ده مش هيكفيهم حقهم بس جايين نعرفهم ان احنا في ظهرهم موجودين علشان نقدم اكبر دعم للفريق الطبي فريق التمريد دعمنا لهم معنويا احنا كلنا شايفين انه هو اهم حاجة عشان نعرف ناخد نتيجة كويسة ان شاء الله بنتمنى بس من الناس ان هي تاخد بالها من صحيطها تاخد بالها من اجراءاتها عشان نعرف نعدي ان شاء الله المرحلة دي على خير الناس دي اصيبت الناس دي اتعلجت الناس دي راجع تاني ان شاء الله بإذنها عشان تكون موجودة في الصفوف تاني انا لفتة جميلة جدا ان احنا بنكرمهم وفي فكرة التكريم او اي حاجة هياخدوها دي حاجة الليلة جدا بالنسبة لهم نصحة للناس خلي بالكم من كوفيد 19 لانه هو صعب والاصابة بي صعبة جدا ولا يتلتزموا وتلبسوا المسكات والوقيات لانه هو حاجة صعبة احنا جربنا وعرفينه طلقت وزارة وصحة وسكان خطابات شكر من السفارة الامريكية بالقاهرة نيابة عن حكومة الولايات المتحدة لمستشفيي ابو خليفة والنيجيلة احد مستشفيات العزلة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد وذلك لقيامهما بعلاج عدد من السائحين الامريكيين المتواجدين في مصر حتى تماثلوا للشفاء وعادوا الى بلادهم هذا واضح الدكتور خالد مجاد المتحدث الرسمي للوزارة ان خطابات الشكر من السفارة الامريكية بالقاهرة تضمنت اشادة الولايات المتحدة الامريكية بعلاج مواطنية في مصر وطلقيهم افضل رعاية وخدمة طبية مشيرا الى تقدير الولايات المتحدة الامريكية لجهود الفرق الطبية وتضحياتهم في مواجهتهم لفيروس كورونا في اطار قوة العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين في هذا الصدد توجهت الدكتورة هلزايد وزيرة الصحة وسكان بالشكر لجميع الاطباء والفرق الطبية لما يبذلونه من مجهودات كبيرة في علاج المصابين سواء كانوا للمصريين او ضيوف مصر من جميع دول العالم دعا وزير التعليم العالي خلد عبدالغفار المواطنين الى الالتزام بالوقاية الشخصية بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي للوصول الى رقم صفر اصابة اللي نملكه دلوقتي كمجتمع هو الوقاية الشخصية بتعتمد على مشكل كبير جدا في العالم كله النهاردة على لبس الكمامات من اول ما تنزل من البيت انك مفيش مصالح او مفيش طرق مواصلات عامة او تجمعات تكون موجودة والانسان مش واخد باله من المسافات الاجتماعية ده حاجة اثبتت مما لا شك فيه انها مفيدة اكيد الناس اللي عندها اعراض بنقدر ان احنا نتعامل معاها من خلال منظومة وزارة الصحة سواء في المستشفيات او في طرق العز المختلفة في المدن ونزل الشباب والفنادق علشان نقدر نقلل من نسبة الانتشار يعني هي موضوع متكامل لو كل واحد فكر ان هو وجوده والاجرات اللي بيخدها مع نفسه ممكن تأثر على الارقام اللي احنا قلناها دي كلها حيفهم كويس او لكن لو قال يعني انا الوحيد اللي هأثر وانا اللي هفرق في الارقام دي اه هو كل شخص ممكن لو فكر يحمي نفسه ويحمي الحواليه هيعمل فرق كبير جدا ويخلي النمازج دي كلها تبقى نخلص بسرعة تبقى متوقعنا وصلت إلى مطار مرسى عالم الدولي رحلة طيران قادمة من جدة على متنها 163 راكبا من المصريين العلقين في جدة وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العلقين بالخارج بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران بتكلفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا وقد قامت فرق من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسى عالم بإجراء الكشف الطبي وسحب عينات منهم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا وذلك ضمن خطة للحفاظ على سلامة المواطنين العائدين وصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي بكافة السجون وفق البرنامج الزمني المعد كما امتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار الأمراض من بداية أصوار السجون تبدأ الإجراءات بوابات للتعقيم مثبتة بمداخل السجون تقوم بالتعقيم الذاتي للداخلين إليها من ضباط وأفراد ومجندين وموظفين مدنيين وهي كلها إجراءات يومية يقوم بها قطاع السجون بما يتوافق مع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لحماية صحة وسلامة المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية داخل السجون تأتي الفحوصات الطبية الدورية التي تجرى للنزلاء وكافة العاملين بالسجون للإطمئنان على حالتهم الصحية ومدى سلامتهم وفقا للضوابط الموضوع من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية كما تتيح مثل هذه الفحوصات اتخاذ الإجراءات الطبية السريعة لأي حال يشتبه بها ويملك قطاع السجون تجهيزات طبية كبيرة داخل المستشفيات يتيح له اتخاذ إجراءات الطب الوقائي اللازمة تجاه النزلاء والعملين بالسجون ووفقا لبرنامج زمني تتواصل عمليات التعقيم والتطهير اليومية لكافة منشآت ومرافق السجون على مستوى الجمهورية من خلال أطقم الطب الوقائي التابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والتي تأتي كضمان لحماية الصحة وسلامة النزلاء والعملين بتلك السجون من خطر انتشار فيروس كورونا وفي إطار تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل السجون أسلت مصر شحنة من المساعدات الطبية إلى كونغو الديمقراطية وزنبيا لمساعدتهم في التغلب على فيروس كورونا وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا قد أرب المسؤولون في البلدين عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعبا تأتي تلك المساعدات في إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الإفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة استمرارا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز اليوجين من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكنغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا وذلك لمساعدتهم في التغلب على فيروس كورونا حيث كان في استقبال طائرة المساعدات السفير المصري بالكنغو وسيد ريموند تشيدي ياباتي نائب وزير الخارجية الكنغولي وعدد من المسؤولين من جمهورية الكنغو والذين أعربوا عن امتنانهم لدعم مصر الدائم للكنغو لتجاوز أزمة كورونا كما تعلمون بحقًا، لأنها تتعاملنا. لأنها تتعاملنا. كما قلت بحقًا، في نهاية الحقيقة، ويجعل هذا الجارة التي تجعله التي تجعله فيها المتحدة والحديث من المشاركة والعربية للأجيب. نساعدناها ونحن نساعدنا ممما. وعلى الجانب الآخر كان في استقبال طائرة المساعدات المتجهة إلى زامبيا السفير المصري والسيدة إينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا وعدد من المسؤولين من الجانب الزامبي الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعبا على وقوفهم بجوار الشعب الزامبي لتجاوز أزمة كورونا هذا ليس أولاً قبل أن المنزل المتجهة لمصر أمريكي من الجانب الزامبيا لذلك نحن نعم بشكرا للمنزل المتجهة للمنزل المتجهة للمشاهدة تأتي تلك المساعدات في إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعيتها على شعوب القارة عالية الخطورة ومتوسط الخطورة أم أنها محدودة في الكويتيين هل ستشمل الأخوة البدون؟ هل ستشمل الأخوة الأجانب العاملين في هذه القطاعات؟ لأن الغموض الذي يحيط في هذا القرار قد يسبب بعض الإشكالات أو سوء عملية رسم السياسة العامة فنريد أن نستجلي هذه الحقيقة والوقوف على تفاصيلها أو هل هي قابلة للمراجعة؟ شكراً هي المثال الفضل تم موافقة مجلس الوزراء على آلية المكافآت العاملين في الصفوف الأولى وصفوف المساندة لجميع العاملين في المؤسسات والوزرات الحكومية جميع العاملين في المؤسسات والوزرات الحكومية ديوان الخدمة المدنية بكل تأكيد وضع آليات تفصيلية ضمن الرقابة المالية لها مع الأجهزة الحكومية وسوف يتم رسال هذه الكشوف إلى الخدمة المدنية ومراقبة التفاصيل فيها وأنا أكد لك مرة أخرى أن هذه الأمر لم يتم وضعها بطريقة ارتجالية كان هناك دراسة معمقة دراسة مفصلة للمحافظة على المال العام والمحافظة على كذلك هل من هم العاملين بالأساس في المؤسسات الحكومية لمن يستحقون هذه المكافهات المالية وأتمنى أن لا ننظر للمكافهات المالية على أساس أنها مكافهات مالية فقط سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه في أول خطاب له تحدث عن الدعم المعنوي والدعم المادي فأبناء الكويت دائما يستحقون من الدعم المعنوي والدعم المادي فلذلك الحكومة جادة في تكريم الجميع نحن قاعد نتكلم عن ثلاث أشهر عاملين داخلنا في الشهر الرابع هناك جهود ثخمة لتشوف المؤسسة الحكومية كما تعمل بالإضافة إلى المجتمع المدني هناك جهود ثخمة نحتاج الآن يتم مكافهاتهم معنويا وماديا نأخذ سؤال تفضل قناة سكوب وازنة سمحت بأسألك عن مطار الكويت الدولي متى رح يرجع يشتغل تجاريا هناك مقيمين يرغبون في العودة والمغادرة وأيضا هناك كويتيين يرغبون في المغادرة للاستكمال أعمالهم في الخارج شنو الشروط اللي بتنحط أو اللي موجودة اللي تسمع للكويتي والمقيم بالمغادرة حاليا خصوصا أن الجميع يتحدث عن ازدحان كبير صار في مطار الكويت أمس شوهد الكويتيين من ضمن المغادرين وليست فقط المقيمين لقانون الإقامة شنو الشروط وخصوصا أنهم نسمع في نسجات كثيرة تتداول عبر الواتساب أن المطار رح يرجع يفتح تجاريا خمسة عيسة بأه شكرا يعني مشكور مرة ثانية المطار موجود ضمن المراحل العودة الآمنة نحن نتكلم مرة ثانية مراحل العودة هم خمس مراحل ونحب نقول مراحل العودة الطبيعية إلى الحياة في دولة الكويت عندما يرى أو ترى السلطات الصحية في دولة الكويت وموافقة مجلس الوزراء على فتح الأجواء بالكامل أكيد سيتم اتخذ القرار نحن نشاهد أوروبا الآن ونشاهد عدة دول من العالم الفتح التدريجي لها نحن نتكلم مرة ثانية عن وباء هذا الوباء العالم قاعد يتعايش معه قاعد يتعايش معه وفق اشتراطات ومراحل معينة هو قاعد يتخذها فلابد العودة التدريجية لأي طبيعة كانت موجودة ما قبل فبراير لا بد الحذر منها مرة ثانية نأكد ونقول كل قراراتنا قاعد تتخذ للمحافظة على السلطات الصحية في الكويت عدم إنهاك وأرهاق الصحة في دولة الكويت مهم المحافظة عليها فهذه هي الأسباب التي قاعد تأخذنا في هذه المراحل وفتح العديد من أوجه الحياة في دولة الكويت نعرف ونعي أن هناك عدة مراحل أو مؤسسات مطلوب الفتح وهو العمل فيها طبيعيا ولكن ما وصلنا لهذه المراحلة فلذلك رح نتخذ القرار في وقته ضمن المراحل نأخذ وزارة الإعلام إذن مشاهدين العزاء كان هذا جانبا من مؤتمر الحكومة الكويتية المتعلق بآخر مستجدات فيروس كورونا في الكويت والذي تضمن أيضا عدد فتح البلاد بصورة تدريجية بعد الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة الكويتية فيما يتعلق بالحد من فيروس كورونا نبقى مشاهدين العزاء مع فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 372 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر ووفقا لإحصاء وكالة فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية سجل أكثر من 6 ملايين و182 ألف إصابة في 1966 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء هذا وتواصل الدول الأوروبية تخفيف إجراءات العزلة بعد تراجع إصابات كورونا وذلك على الرغم من التحذيرات من أن الاستعجال في رفع القيود قد يؤدي لموجة ثانية من الإصابات في كورونا تواصل دول العالم تخفيف قيود العزل العام التي فرضها فيروس كورونا المستجد لتبدأ مرحلة جديدة من التعايش تعتمد على إعادة عجلة الاقتصاد والحياة للدوران لكن وسط إجراءات احترازية لكبح جماح انتشار العدوى في استراليا سمحت عدة ولايات بتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بدرجة أكبر حيث أتاحت السلطات للمطاعم استضافة المزيد من الناس كما أعادت فتح المزارات العامة والمعارض الفنية والمتاحف والمكتبات من جانبه أعرب رئيس الوزراء الاسترالي عن أمله في تعزيز النمو الاقتصادي برفع تلك القيود مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اقتصاد بلاده بحاجة إلى تحفيز إضافي وفي روسيا سمحت سلطات العاصمة موسكو لسكان المدينة بالخروج للتنزه للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كما سمحت أيضا بإعادة فتح مراكز التسويق ومعظم المتنزهات أمام الجمهور وبحسب مسؤولين فإن السلطات ستسمح للسكان بالخروج ثلاث مرات أسبوعيا في أيام يجري تحديدها بناء على عنوين المنازل أما اليابان فأعادت فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في العاصمة توكيو يأتي ذلك وسط خطط حكومية بإعادة فتح حدود البلاد أمام الوافدين من الدول التي تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا مثل تايلاند وفتنام وأستراليا ونيوزيلاندا وفي الهند التي لا تزال تشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تم استئناف رحلات الطيران الداخلية وذلك بعد نحو شهرين من توقيفها كما بدأت عدة ولايات في رفع بعض إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا كجزء من خطة إعادة الفتح على مراحل في البلاد يأتي هذا بينما سمحت الحكومة الفيدرالية للولايات والأقاليم الاتحادية برفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبطائع بين الولايات وداخلها فضلا عن رفع القيود عن متاجر البيع بالتجزئة وعمليات قطاع التصنيع أما الفلبين فعاد آلاف من مواطنيها إلى أشغالهم كما قامت السلطات بتخفيف القيود المفروضة على تنقلات الأشخاص في العاصمة منيلا والمناطق المخيطة واستئناف عمليات النقل العام فضلا عن استئناف رحلات الركاب التجارية هذا وبدأت المدارس الابتدائية في المملكة المتحدة فتح أبوابها جزئيا رغم معارضة من قبل المعلمين والنقابات العملية يأتي ذلك في إطار انتقال بريطانيا إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخايل موشستين أن الحكومة انتهت من إعداد خطة وطنية لتعافي اقتصاد البلاد من أزمة جائحة كورونا وتدعياتها والتي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم وقال ميشستين خلال اجتماع حكومي أن الخطة سوف تسمح بتغييرات هيكلية طويلة الأجل في الصناعة أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد هذا وتطرح روسيا أول دواء لعلاج فيروس كورونا الأسبوع المقبل تحت اسم إبا فادير وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسية أن الشركة المصنعة للدواء ستنتج ما يكفي منه لعلاج حوالي 60 ألف مريض شهريا وعلنت السلطات الصحية الروسية أن النتائج الأولية لاختبار هذا الدواء المحلي على المصابين بكورونا أظهر فعالية من نسبة 90% ولا يوجد حاليا لقاح ضد الفيروس بينما يتلقى المرضى في بعض الدول دواء رميدسفير في حالات اتثنائية أو إنسانية المزيد من المتابعين يضموا إلينا من العاصمة الروسية موسكو الدكتور علي إسماعيل المحل السياسي دكتور علي مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية وهل بات رسميا إطلاقوا إعلان هذا الدواء واستخدامه محليا علاج إيفافيرا الروسي المحلية الصنعة البات يقينا استخدامه محليا روسيا الاتحادي أو الاتحاد السوفيتي سابق المعاهد الأبحاث العلمية هناك مراكز علمية كبيرة في روسيا الاتحادية تقوم بجراءة تحاليل ولهم تجارب كبيرة في مجال اللقاحات الفيروسات والأمراض سواء الجلدية أو غيرها من الأمراض ورجاع حكتارونا الحقيقة أخذ حيز كبير من الاهتمام والرعاية من الدولة الروسية والعلماء ومركز الأبحاث التحاليل طبعا هناك ليس لقاح واحد هناك عدة لقاحات يتم دراستها وأجراء التجارب عليها لكن اللقاح الأخير في روبيت هذا اللقاح طبعا حفظ بيانات وزارة المصطحة الروسي والمعاهد العلي المتصفة أن نسبة نجاح العقار في معالجة فيروسات يارونا تبلغ حوالي 90% للأشخاص الذين تم معالجهم بهذا الدواء الجديد هل هذا يفسر النسبة الضئيلة والقليلة من الوفيات لفيروس كورونا وأيضا المتعافين الكثر الذين تعافوا من هذا المرض في روسيا يعني فيروس كورونا بالنسبة لروسيا الاتحادية نحن في بلد كبير ومراكز علمية كبيرة والمواطنين الروس طبعا المريض وغير المريض كان يقومون بمراجعة المختبرات ويقومون بإجراء علاجات فكل الأشخاص الكشف مبكرة عن إصابتهم بمراجعة الكورونا الحقيقة تم معالجتهم بسرعة وخرجوا سالمين لكن الأشخاص النظيم نعم بشكل واضح دكتور علي هل يمكن للعالم أن يراهن على هذا العقار؟ طبعا هذا إنجاز علمي كبير والمراهنة على هذا العقار مئة بالمئة لأنه أعطى نتائج إيجابية وكبيرة على الناس المصابين في فيروس كورونا والحقيقة يعني اليوم عادت الحياة الطبيعية إلى العاصمة الصوصية بشكل تقريبا شبه طبيعي يعني الحركة المحلات التجارية بكل أنواعها يعني اليوم بدأت بحركة عمل عادي واعتيادية فإنما هناك جميع المؤخصات والمراكز ولا تتم تقبال أي مراجع إلا أن يكون واضح الكمامي على نعم في النهاية نأمل أن يكون هذا العقار علاج فاعل بالنسبة لفيروس كورونا ويتم شفاء جميع المصابين بهذا الفيروس على أي حال الدكتور علي إسماعيل المحلس سياسي شكرا جزيلك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو مشاهدينا ذاب الآن لمتابعة هذا الجانب من المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا في جنيف نتابع من الأكثر عدف أيضا للكورونا ولذلك هناك تطنيات قائمة من قبل مصنعي ومروجي التبغى حتى يقوم التخديم باستخدامي حتى أثناء الجائحة ونحن نجد أن نعمل على هذا الأمر ولدينا استقابة أيضا فيما يتعلق بالتبغ لأنه يؤدي إلى مشكلات فيما يتعلق بمقاومة الأشخاص المضادة لمايكروبات وغيرها من المشكلات وهناك تدابير يتم اتخاذها عالميا لمحاربة المشكلات التي يتأث عنها ذلك ونحن أيضا نقوم بتقييم الزيادات التي تحدث لمقاومة الأشخاص الأمراض باستخدامهم للتبغ ولذلك المزيد من الأدلة الواضحة الآن بأن هذا التبغ يؤثر في كافة عالم فيما يتعلق بسبب المتخدمين له وهناك كذلك أدى مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمضادات الحيوية والتي يؤدي استخدامها إلى زيادة المقاومة إلى مشكلات فيما يتعلق بالمقاومة في الجسم وهناك إفراث في استخدامها وهناك تقديم لهذا الأمر لأنه في النهاية تؤدي إلى مشكلات كبيرة أيضا قد تؤدي بوفاة المريضة وبالتالي فلابد أن تخلق حاجة في الوقت الحالي كي يكون هناك مضادات حيوية جديدة وتؤثر كثيرا بالسلب على كثير من الأسواق الخاصة في المضادات الحيوية ونحن نحاول أن نجد نماذج جديدة لكي يكون هناك إبداعات جديدة في إطار التعاون من أجل الاستجابة لفوفيد-19 وذلك لكي يكون هناك عمل أفضل على المضادات لهذا الفيروس وفي النهاية يكون هناك مزيد من المقاومة التي تحدثها بالإفراث في استخدام المضادات الحيوية وبالتالي لا بد من العمل على طرف التعاون بالوقت الحالي وفي الوقت الحالي في الإدارة السريرية وفي طارق الخطوط الإشهادية التي وضعتها من نظمة الصحة فإننا قد وضعنا خطوط الإشهادية لاستخدام المضادات الحيوية من قبل المهنيين الحاملين في المجال الصحية وذلك لضبط مسائل المقاومة المايكروبية والاستخدام بالشكل المناسب وأخذت المحديثي بأن أقول أن هناك أسئلات فيما يتعلق بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية والبيانة التي قد خرج منهم مؤخرا وأن الحكومة الأمريكية لديها الكثير من الإسهامات الكريمة على مطار العديد من العقود للمجتمع الدولي في المجال الصحي وقد أفادت في كثير من أبقاء العالم ونحن نأمل أن يتوصل هذا التعاون بيننا وبينهم وأن توصل إلى المتحدة الأمريكية هذا شكرا جزيلا بهذه الملاحظات على الأسئلة والإجابات وأذكركم بأن تكون مختصرين سؤالا واحدا فقط من كل صحفي إذاً 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 أتمنى أن تتحدث إذاً أكبر نعم أن أتخل أكبر أكبر أن أخرى أكبر 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 لذلك ما قلت في قصة سيئة سيئة ولكن لذلك إذا كنت تحتاج إلى المساعدة إذا كانت تحتاج إلى المساعدة شكرا 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 لنذهب إلى أعلان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنينيان أن نتائج فحوصه الخاصة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية وقال باشنينيان على صفحات الرسمية على فيسبوك أن الأعراض لم تظهر عليه وقرر أن يجري الفحص وأضاف أن أسرته بالكامل أصيبت بالعدوى وسجلت أرمينيا البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة أكثر من تسعة ألاف إصابة مؤكدة بالفيروس ومئة وتسع وثلاثين وفاة أعلنت إيران عن تسجيل نحو ثلاثة ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية تسجل منذ شهرين في البلاد فضلا عن تسجيل واحد وثمانين وفاة جديدة من جانبه حذر وزير الصحة الإيراني من أن بلاده قد تواجه موجة ثانية وأشد من حالة الإصابة بفيروس كورونا إذا تجاهل المواطنون الإرشادات وقواعد التباعد الاجتماعية وأوضح الوزير الإيراني أن تفشي الفيروس لم ينتهي بعد وربما يعود في أي لحظة أقوى من ذي قبل قالت إحدى الشركات الكورية الجنوبية أنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية للعلاج التجربية الذي طورته لمرض كوفيد-19 على البشر في أواخر يوليو المقبل أوضحت الشركة أن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وألام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج والقضاء على التهاب الرئة في غضون ستة أيام مشيرة إلى أنها تدرس وإجراء التجارب السريرية في كوريا الجنوبية أو في الخارج بدأت وزارة وصحة اليابانية في اختبار نحو عشرة آلاف شخص بحثاً عن أجسام المضادة لفيروس كورونا وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن الاختبارات التي تبحث عن بروتينات معينة ينتجها الجهاز المناعي استجابة للعدوى قد بدأت في العاصمة توكيو ومياجي وستتبعها أوساكا يوم الأربعة في محاولة لفهم نطاق العدوى بشكل أفضل حيث تستعد دوليابان لظهور محتمل للإصابات مجدداً بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الصحة السعودية عن 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليتجاوز الإجمالي 87 ألفاً كما تم تسجيله 22 حالة وفاة بإجمالي 525 حالة أعلنت البحرين عن 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة ماضية جاء في بيان وزارة الصحة البحرينية أن إجمالية الحالات المسجلة بلغ 11.840 حالات تعاف منهم 770 حالة أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 786 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى أكثر من 12 ألف حالة يأتي هذا فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق فرض حظر شامل في عموم مدن الإقليم بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وبحسب القرار يفرض الحظر الشامل للمشاة والسيارات بشكل كامل داخل كل المحافظات والإدارات المستقلة كما يتم إيقاف الدوام الرسمي في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم باستثناء عمل الوزراء ومكاتبهم فضلا عن إغلاق كل الأماكن والمحلات المرخصة سابقا لخدمة المواطنين باستثناء الصيدليات والمخابز سجلت قطر 1523 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وأوضح بيان لوزارة الصحة القطرية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا اعتبرت الصين أن العنصرية مرض نزمن في المجتمع الأمريكي في ظل تساعد رقعة الاحتجاجات إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلوود على يد الشرطة وقالت الخارجية الصينية أن الإصابات تظهر خطورة مشكلتها العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة دعت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن إلى وقف العنف ضد شعبها إثر المظاهرات التي عمت مختلف أنحاء الولايات المتحدة وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موساوي أن العالم سمع صوت الظلم ويقف بجانب المواطنين الأمريكيين هذا وقت تصاعدت حدة المظاهرات في الولايات المتحدة يحكي تجاجا على مقتل جورج فلوود المواطن الأمريكي من أصلا أفريقي على يد الشرطة جديدة من الاحتجاجات المتصاعدة في الولايات الأمريكية اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين الذين أبدوا غضبا كبيرا تجاه السلطات في أعقاب مقتل جورج فلوود الرجل الأمريكي من أصل أفريقي على يد الشرطة ففي واشنطن واصل المحتجون التظاهر أمام البيت الأبيض محاولين اختراق حواجزه وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الأمنة التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وهو ما دفع عمدة العاصمة الأمريكية إلى إعلان حظر التجوال على مستوى مقاطعة كولومبيا من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الساعة السادسة صباحا وأمر بوضع قوات الحرس الوطني قيد الاستعداد لدعم شرطة العاصمة كما دع المواطنين إلى عدم التواجد في محيط البيت الأبيض وفي نيويورك اتسعت دائرة الاحتجاجات لتمتلئ شوارع بوستن بالمتظاهرين قبل أن تندلع أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن والحرس الوطنية تم على أثرها اعتقال عشرات المتظاهرين وحرق العديد من سيارات الشرطة مشاهد العنف تكررت أيضا في كاليفورنيا وفرجينيا حيث انتشرت في الولايتان قوات الحرس الوطني في محاولة لمواجهة المحتجين وسط إعلان حالة الطوارئ أما في مينيسوتا وتحديدا في مينيابولس التي شهدت حادث قتل فلايد فقد نظم المتظاهرون مسيرات وتجمعات منددين فيها بالحادث قبل أن تنطلق شرارة المواجهات مع الأمن وفي خضم هذا الغضب الشعبي دعا الرئيس الأمريكي حكام الولايات بإعادة فرض النظام والقانون مشددا على إصدار أحكام سجن لمدة طويلة على المخربين كما أعلن أنه سيصنف حركة أنتفا منظمة إرهابية محملا إياها مسؤولية أعمال التخريب التي تقع أثناء الاحتجاجات على مقتل جورج فلايد تمكنت وحدات مع الجيش الوطني الليبي من إعادة السيطرة على منطقة الأصابع وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي أن ذلك جاء بعد سلسلة من الضربات الجوية لمواقع الميليشيات في الجبل الغربي كما أشار لأن القوات الليبية تتمكنت من فرض الجماعات الإرهابية من الأصابع حسابات الربحة التي يعلقها أردغان على الأرض الليبية قد لا تشمل جانية ثرواتها في حسب بل ستمتد لتشمل جانية المال والمزيد من الصفقات المشبوهة من وراء استخدام طائرات بدون طيار تنتجها الشركة يملكها صهراء في حسابات التوسعية يحقق أردغان من وراء تأجيج الحروب ونزاعات في المنطقة الصفقات الضخمة وجاني الأرباح فمع تزايد التدخلات التركية في أكثر من بلد في المنطقة ارتفعت وطيرة استخدام أنقارة للطائرات من دون طيار محلية الصنع لا سيما تلك التي تنتجها شركة يملكها صهر أردغان وبحسب تقرير لمجلة ديرشبيدل الألمانية فإنه لا يكاد يخلو بلد تتدخل فيها أنقارة بقواتها العسكرية من طائرات برقدار تي بي تو التي تصنعها شركة مملكة لصهر أردغان سولجوك برقدار والذي يلقب بعراب الدرونز ورغم القرار الدولي بحفر السلاح إلى ليبيا أشرت المجلة الألمانية إلى استخدام درونز برقدار تي بي تو التركية بقوة وكثافة غير مسبقين في ليبيا لدعم ميليشيات الوفاة وهذا النوع من الطائرات من دون طيار ليس فقط استخدمته أنقارة في ليبيا فقد تم استخدامه من قبل في سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية وفي العراق وتركيا ضد قوات حزب العمال الكورتستاني ويرأس برقدار زوج سمية ابنة أردغان قسم تطوير تكنولوجي في شركة بيكار مكينة مستغلا علاقة المصاهرة في الدفع بإنتاج طائرات من دون طيار محلية وإيجاد أسواق لها في مناطق النزاعات لكن الشركة التي تضخمت فور زواج برقدار من سمية أردغان تواجه تحديا كبيرا مع إسقاط الجيش الليبي لعشرات الطائرات التركية المسيارة ثمن رئيس والبرلمان العربية مشعل من فهم السلمي تنظيم السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن افتراضيا غدا وأشار رئيس البرلمان العربي لأهمية توقيت عقد المؤتمر في ضوء تداعيات الصحية والاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا والتخفيف من معاناة اليمنيين صدق الرئيس الروسي بلدبير بوتين على إجراء التصويت العام حول تعديلات الدستورية في روسيا يوم الأول من يوليو المقبل وأشاد بوتين خلال اجتماع مع إدارة اللجنة المركزية للانتخابات أشاد بمقترح موعد التصويت وقال إنه سيمنح إمكانية إعادة دراسة كل التعديلات المقترحة تلقى رئيس والوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزير تنمية المحلية محمود شعراوي تضمن رصدا لإجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية هذا أشدد رئيس والوزراء على توجهاته السابقة بضرورة الاستمرار في إزالة جميع المخالفات على الفور دون أي تهاون مع أولئك الذين يستغلون الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا وأوضح التقرير إزالة 10.611 مخالفة بناء و15.249 مخالفة على أراضي زراعية خلال الفترة من 25 من مارس وحتى 30 من مايو الماضيين أكد رئيس وهيئة قناة السويس أسامة ربيع في مدخلة نادفية الإكسرا نيوز أن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل منتظم رغم تأثير حركة التجارة العالمية بفيروس كورونا وتوقع أن يشهد الشهر المقبل ارتفاع معدلات حركة الملاحة بالقناة بفعل عودة فتح الاقتصادات العالمية مرور عدد السفن ده اللي هو 1601 والحمولات اللي عدت خلال شهر ماي دول في الأرقام اللي احنا نمر عليها عن 25 ملينطن حمولة صافية ده نجاح لهاي القناة السويس ونجاح للسياسة التسوقية اللي احنا ماشيين بيها إن احنا طبعا في الظروف اللي احنا موجودين فيها ده نحنا كنا صباقين وكنا عملنا بعض المنشورات والمكافئات والحوافز للسفن اللي تعدي لقناة سويس من مناطق معينة زي غرب أوروبا والساحل الشرقي الأمريكي بينزل لغاية الفرق ولفعلا احنا اكتذبنا حوالي 140 سفينة من 1.4 إلى 1.3.5 زيادة ما كنتش بتعدي عندنا قبل كده لكن احنا هنقول برضو إن احنا عشان برضو احنا نازل احنا بتأثر طبعا بالحرارة التجارة العالمية والفيروس كورونا احنا يمكن احنا قولها تنزلت روية الشهر ده في مسيلتها عن شهر مايو السنة 3 يعني احنا هقوله 95 مليون طن كانت 105 مليون طن في 2019 لكن احنا نقول برضو حلما زلنا محتافظين بأعداد السفن وبالحمولات بقية مناسبة تبقى للموقف اللي احنا موجودين فيها احنا احنا نحافظ عليه النسبة خلال شهر يونيو ولكن اعتقد ان النص التاني من يونيو ان شاء الله نتيجة بدأت الدول تفتح الكساب بتاعها وتفتح حدودها يعني والسفن تبدأ تتحرك ده ممكن يعني لعندين الزيادة ان شاء الله فعد السفن والحمولات ولذلك نحافظ على المعدل بتاعنا السنة دي زي السنة الاستاذقة بإذن الله اعلنت وزارة السياحة بدء عمل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراضات السلامة الصحية صادرة من الوزارة ومعايير السلامة الصحية العالمية وقالت وزارة السياحة ان نسبة الاشغال بالفنادق خلال ايام عيد الفطرة المبارك لم تتعدى 25% واشارت الى انه خلال فترة العيد تم المرور على الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراضات واضفت ان 78% فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية قبل عيد الفطرة المبارك من اجمالي 172 فندق في اخبار التقص يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية ان يسود غدا تقص معتدل نهارا مع شبورة خفيفة ورياح معتدلة تنشط احيانا مائل للبرودة ليلا على القاهرة والواجه البحري وفي مائل بيان بدرجات الحرارة المتوقعة نهاية هذه النشرة اليكم تذكرة بها ما جاء فيها من عنوين مدبولي يكلف المحافظين بالمرور اليومي على المستشفيات لتأكد من توافر المستلزمات وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين مصر ترسل مساعدات طبية الى كونجو الدمقراطية وزامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا روسيا تعلن طرح اول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا الاسبوع المقبل لمزيد من الاخبار تابعوا دوما موقعنا الاخباري شكرا للزميلة مروناصر التي ترجمت هذه النشرة الى لغة الاشارة والشكر لكم من زميلتي نانسي نور ومني همامي جاهد على متابعتكم الكريمة الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر